انا عايز اهم الدايب خيط اعمل حاجة عكره نتكلم كل اصحابي عشان نعمل حاجة نخل مش عارف الصراحة الا هيحصاب يعني عايز افهم فكرة البرنامج يعني حتى بعد الشرحة اللي شرحته لي شوية وطبعاً ما كانش كتير مش فاهم فعايز اتفاجئ بقى اهو اهو البمبونية بتاعتي ابني اللي ما خلستوش اهو طوت اهو بص العسن عايز اتسيب الكرسي وقعد هلعب في خدوده وابوسه وعلاقة كده غريبة الناس بتبهمنا غلط اخيان طوتا ايه عمر؟ روح قلب عمر فاكر اتعرفنا ازاي؟ اه طبعاً تصدق ان انا مش فاكر؟ لا انا فاكر يعني اول تعارف بيني وبينك وحكيه لانت بقى اي حان بص اول تعارف بيننا كان في مصرح مصر طبعاً ايام كان تياتره لسه وبعدين كنا ابدأ اعمل بروفا وعادي وشغالين وانت ايه اول عرب تركب معانا ولسه جاي وبتاع ومش عارفين بعض قوي ولزيز جداً وبنتكلم مع بعض ومش عارفين وفجأة كلموني في البيت قدولي ماما امي انا تعبانة فتربيت كده فانت قلت لي ايه في ايه مالك وبتاع فقط ايك ماما تعبانة بس ولازم امشي روح تقولت له استاذ اشرف وبتاع وقال لي تمام اه روح طبعاً وكده انت بقى فضلت من وانا بركب العربية لحد دم ما وصلت واتطمنت على ماما وماما بقيت كويسة وانت عمال تكلمي ها ايه الاهبار طانت عامل ايه دلوقتي مش عارف ايه كذا كذا طب نحتاج حاجة طب نجي لك وانا اقولك والله ابداً وبتاع فانا نفسي الموقف ده عندي حاجة كبيرة جداً مستحيل انسانا اللي هو الطبيعي بتاع العلاقة اللي بقى لها عشرين سنة عارف انت ايه يا ابني ايه لك برطن بنا بتاع ده حصل بعد ساعتين وبينها نتعامل عادي واكدنا نصحب بعد كبير حاجة جد وانتهى السلاسة جداً مفيش حاجة يعني ما كانش فيه مدخل ما كانش فيه باب عارف بقى ليه غالباً انت تلاتي انت بتحكي اعب بفكر ليه يعني ما هو برضه ماشي ماشي انا ممكن اكون مثلا ايه باهتم او اسعل على حد او بتاع بس ايه اللي يخليك تهتم او بحد انت لسه انا غالباً يا توتا جاي من الاول حبك ليه؟ انا اللي جابني مصرح مصر ان شفت المصرحية بتاعت واقس لماني انا وعصام متولي عصام اخوية مستاني انا المصرحية دي انا فاجأتني جداً اول ما شفت اشرف عباقي بيغير الديكور وهو واقف انبسطت وروحت مكمل خرجت المصرحية دي اولاً بان اشرف عباقي عبقري انه جاب ناس انا معرفهاش دحكني جداً بعد كده الراجل اللي عمل حسن مبارك الراجل اللي عمل مرسي الراجل بتاع عم سلامة الطفل اللي هو خضرتك يا لهوي جنون لا لا المنصم انت اخذ بالك انا اللي قد اخذت عليك وقتها اول مرة اشوف الكاركتر ده بالاداء ده بالدور ده وانا الفيلم ده بالنسبالي حاجة ايكونيك فاق جاي حبك من الاول انا عرفت ليه فاق سبحان الله يعني الحمد لله يا رب بيغرب بيتها سلامة كذا ولا كذا يا توتا هقولك كذا ولا كذا هتختار واحدة منهم ماشي من غير بقى مقدمات ايوه احلى حاجة بالضبط وما تخلينش ابقى قاسي عليك لان انا بالذات انت بالذات ما معافش ابقى قاسي عليك خالص انا يعني احمد زكي ولا نور الشريف احمد زكي محمود عبدالعزيز وايحة الفخراني يا دي صعب قوي دي محمود عبدالعزيز عادل إمام ولا عادل إمام؟ محمد إمام عادل إمام طبعاً عادل إمام طبعاً طب ليه ما قلتش عادل إمام؟ عشان عشان ولا عشان أنا بنخته؟ لا أنا بحب عادل إمام سرع بعيداً عن أن أنت بنخته بعيداً عن أن أنا بنخته عادل إمام؟ يارب تفهموا إحنا بنعمل إيه؟ فاتن حمامة ولا وسعاد حسن؟ سعاد حسن رجدي أبوزة ولا أحمد عز دي صعبة ورده بس رجدي أبوزة هند و رسطم ولا هيفاء وهبي هيفاء وهبي كريم عبد العزيز ولا أحمد عز كريم عبد العزيز ولا أحمد السق كريم عبد العزيز قصية اثنين دول ممكن يضربوني عشان كده انا حطتهم مع بعض اختيار صعب كريم السق انا هسبها لك زي ما هي هااااا عشان تعرف الدناء ألا انت رديدها هاااااااا ماشي ماشي وعش حلة حلمي أو لا احمد حلمي احمد حلمي لي جعوبت على السؤال ده هيا Pig Est if Anybody� خلد صالح ويعادل أدهم خلط فلح ياسمين صبري ولا رامي صبري؟ أدهم صبري أحلى أنا معاك أطول هقول لك كلمة ترد عليها بكلمة أو بالإحساس اللي جاء على بالك وحاول ما تفكرش كتير وخليك تلخائي وما تخافش من أي قضايا أي حاجة غلطة هنعمل تيت منش بناس التمثيل حياة المنجا بوزة الأكل متعة الضلمة هدوء الأهل العالم يوم الثلاث البصارة بتاعتمي بعشقة المعرجانات واقصت بيها الأغاني حلوة الفلوس بوسيلة النكد مكروه فيفي عبد خمسة موة باسم يوسف غريب كريم ومختار ماما حمو بيكا غالبان شيكابالا العيد برج الجوزاء معرفور الشتاء موتا أنا عارف إن أنا من الناس اللي بيجوعوك جدا توتا يا جماعة علاقته بالأكل تعرف أقول لك إيها حاولت بحاجة بس عارف آلهة الحب عند الإغريق حاجة كده الموضوع سامي جدا ومؤثر جدا وفلسافي وفلسافي وكل حاجة ومباخي ولو حاولت تستهتر بدأ وتعلل منه هتشوف نظرة مش هتعجبك من توتا لذيذة صح وأنا أذكر مرة أن توتا بيرعب بلاي ستيشون وكسبان 4 صفر توتا عنده عادة جميلة قوي كل ما يرى أحد يقول له كلت إنه عادة أو تغديت إنبارح يعني أن يسأل على إيه آخر وقت بنت أكلتها فإختصارا هو يعمل كده عشان ياخد فكرة أكل حلوة تكون بقى له كتير مكلهاش تكون وحشات يقول لأم ربنا يحفظها له وهي أكلها حلوة جدا تعملها له أو مراته أو مراته دلوقتي يعني ربنا يحفظها له الله يكلم فسألني السؤال المعتاد وهو يلعب كسبانا 4 أبرا فبدأت تحكيله وأنا الحمد لله أنا أمي ربنا بعيت لي أم جنان في اللحظة فأحكيت له فعلا إيه اللي أنا أكلته كان بالصدفة أكلها حلوة لحمة بصوص مش عارف إيه شوية رب إيه الصلطة عاملة إزاي حكاية يعني فأنا إيه قاعد أوصف وأنا كان أنا أحب تلازس في الوصف لأن أنا أعرف بصوص يحب لك والله قبل بكمل باقي المينيو قبل ما أصل للصلطة توتا بقى الماتش 4 أربعة دخل فيه أربع تجواني في الثانية المقرب إن أنا بقوله إن اللحمة مخطوط عليها صوص معين كلمة صوص معين عملت حاجة في جهازه العصر دي والمناعي أنا ممكن أضيف تعديل تكمل أنت أنا عايزة أنا عايز أضيف تعديل هو الموضوع زي ما قاله عمر بالضبط واربع صفر وقال كل حاجة بل بالعكس ده قال لي اللحمة بصوصة المشرون بني حلوة قوي ومش عارف الرز عامل إزاي كان فيه كمان شوية مكارونا أنا مش عارف طمت عملتهم إزاي وقال لي إيه وعملت صلطة بالأناناس فأنا إيه بالأناناس دي فكرت شوية وإيه كنت هاجم بالعين فقلت له صلت بالأناناس فرح قال لي آه قلت له تمام ده إيه يعني قال لي بس بقى اللي محليها أكتر إن عليها صوص معين كده كلمة صوص معين دي دخل فيها تلات جوان إيه اللي هو إيه عمر اللي هو إيه صوص معين يعني فيه طعم إيه فيه طعم خل مثلا فيه طعم مش عارف إيه اللي هو إيه والنبي كنت هبوس رجله ففي الآخر قال لي والله معرى بس صوص معين كلمة بقى من ساعتها من الحاجات بقى اللي بقى التعصبني وحد بيوصف أكرة طبعا كله عارف الحكاية دي فبقى يقولولي إيه مكرونة بصوص معين فقال ليهم بقى 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 صوص معين بقى زيكت بقى محمد صبح ولا سامير غان سامير غان أشرف على الباقي ولا حلمي عبدالباقي حلمي عبدالباقي سيد رجب ولا خالد الصور خالد الصور غدا عبدالرازق ولا راني يوسف غدا عبدالرازق أنا ولا الميليجي عمر متولي لا الميليجي لسه كنت هقول لك لا ولا شجعتك وصلاحتك لأنك قلت عمر متولي رجعت وقلت الميليجي خواف ومنافق وجبان ومتحقيق ممتا تمام انت شايف كده ميليجي خليهم فعل ميش محمد هينيدي أو محمد سعد محمد هينيدي عمر الشريف ولا حسين فهم عمر الشريف اسماعيل ياسين ولا علاء ولي الدين وهنا أنا مش بقارن تاريخه وكمة أفلام بس قبول رباني بالنسبة لي الصراحة علاء ولي الدين بحبه جدا 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 ماشا طبي اسعاد يونس ولا تميم يونس اسعاد يونس وأنا محب أمود وبحب تميم صاحبي طمر بس اسعاد يونس لا هو السؤال غلط أصلا تركيبته غلط لميس الحديدي ولا مونا الشازي عمر قديد أحمد موسى ولا فيلم موسى فيلم موسى يا رب عمر قديد ولا برهيم عيسى لميس الحديدي حلوة قوي أنا أحط بقى سؤالين مرة بعد عشان الناس تفهم انت نمين لو انت عايز مننا مونير ولا مونيب مونير أبو تريكا ولا الخطيب تريكا طب لو قلتلك أبو تريكا ولا شيكابالا تريكا طب لو قلتلك الخطيب أو حسن شحات الخطيب الشناوي أو الحضري الشناوي متحة شربي أو مننا شربي مننا شربي وأنا كمان أحمد الصوبكي أو محمد الصوبكي الصوبكي والله اللي اتنين أنا بحبه لازم تختار ونفترض أن نفس الأجر معروض عليك وتقريبا نفس مستوى الفني في العمل هتختار تشغل مع أحمد الصوبكي أو أحمد الصوبكي أحمد عشان اشتجلت معك الأقبح الأوحش الأقبح الأقبح دي مشكلة محمد بيخافك هي أخناقة بينهم هي أخناقة بينهم وطلعوا برنامج بالمناسبة وأنا بقى فعلا بجد أختملك بالله أنا معرفش مين حد لقتي الأخضح بس أنت بتحسس مين بيخاف أنا وجودهم الاتنين في نفس المكان بيتعدني لو واحدين بعرف أعيش بس الاتنين بحس في حاجة هيقوموا يأكلوا داني يبقى بناش نسأل السؤال ده بدل معي في حاجة غوة تنين مش توتا ولا ربيع ركز السؤال ده كنت بسأله للناس التانية آه تعرف أغلب الأسئلة كانت إيه؟ أغلب الأسئلة كانت إيه؟ أقولك توتا بجد والله والله العظم يعني يبقى غالبا لهم فلوس عند الربيع عمر قديم شوته عالي عمر دياب شوته حلو عمر موسى ملوس صوت عمر الصفتي أمد مدهد تصدقني لو قلت لك أنا والله ما عرف مين عمر الصفتي أنا قلت الاسم كده وخبص مدافع الزمالك ربنا أحفظه أنت عارف أنا مرة أنا بصور مشهد والمفروض أن أنا بأكل فيه ومفروض أن أنا أسناني مشهد مشجعين وأستاذ قاعد على الصفرة ويضعوا الأكسسوار للأكل أنت عارف؟ وأنا كمان في المشهد مشجعين أنا أصلا بقى حامل أهم المشاهد التي تأكل فيها أعرف أن أكل وأتكلم وأمثل شغلانة والأكل أصلا بيبقى طعم وحش أنا لا أحب الأكل أنا لا أحب الأكل وحش الحمد لله المشهد أنا لا أكل أحط الأكل أستاذ أول شيء تحطت في وشي أصلا حسنا حسنا مثل السلطة الذي أعرف الجنباري بحاجات الخلة محطوطة فيه بجد بقى ثلاث أنواع صوصات معينين متوزعين على الأنصانية والجنباري حوالين وبدأوا يرصوا بقية الأكل حوالين والتركيبة بتاعة الأكل اللي عملينا عشان هم أفوض قاعدين في بيت حد بتاع الأكل حلوة وأنا بقيت نفسي أبقى في المشهد ده باكل السمك نازل بحيتة عاملة زي عارف المربع بتاع الجبنة قبل ما تقطعوا الحلاوة عامل كده حتت سمك بيضة مربعة كده صوص فوقها نفسي لونها وتحط بس السكينة تلاقي السمك راح دايب منك عامل حاجة وشار ده كان في مصر ولا في مصر لا في مصر خلاص ده السمك الرز النوع بتاع الرزايا نفسه غريب أنا أصلا قعدت شوية بعدها أفهم الناس دي جابوا الأكل منين أنا أقولك بعدين الرز الرزايا كبيرة حواليها البسلة بالحاجات المحطوطة وقطع صغيرة قوي 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 مقطوعة مش عارف دها كبوريا ولا كلماري ولا بالضبط على أستاذ راحوا داخلين بقى حطين بتاعها كده حتت ستاكوزة مفتوحة جاية محطوطة على بتاعها زي السخنة الزبدة بتغلي عليها وبتشر ونزلة والبتاع عليها اللي بتاع السخنة الصاج الأسو زاكرة طبعا أنا ريئي جري أنا ريئي أنا بلعت ومحطوط جنبها بقى حتت تفتح بأنه ناس بمش عارف ايه لأ لحالي طبعا أنا آسف إن كل القصة اللي أنا حكيتها دي كتكسب أنا بس كنت عايز أوريك وأنا بحك لتوضة عن لقمة الحال ورعاكشناتو وبيروح مع إيه وكلمة إيه واجيبه بإيه وأنت هشوف المشاة ده تحبوه أنا معتذر إن أقلفت القصة دي بس أقديكم شفتو نوع حقيقي يعني شفتو ووقفل فقرة الأكل لحمة ولا فراخ كنت قبل الجواز فراخ جدا وبقيت بعد الجواز لحمة أيمن ولا أشور لما أخذ يعني في الكلمة أبوك ولا أمك أنا عارف الإجابة أمي مش عشان حاجة بس أنا بابايا توفى وأنا صغار جدا فمش أكتوش فما يعني ما ما تقابلناش يعني بس لكن أمي هي عارف ألزة أجيب أسمعتها في الموضوع ده قسقس قال لك إيه حسام حسام قال لي أنا أبويا يا ميت فهختار أمي أصلا فضيحة ووحش قوي فضيحة شفت السيرة تقصص عنها دي ما ربقول لك كيرجي السؤال ده من المونتاج أساسا بتاعها خليني لك في مصرح مصر شوية قلتلي أكتر مصرحات بتحبها قللي أكتر مصرحية أنت عملتها وما بتحبها وما بتحبها مصرحية كنت طلع في إلهية بتاعة الجريدة دي قلتش حلو فيها خوض اللي هي كنت طلع على صحفي تحت التمرين حاولتها ما هي بتصادف مصرحات كتير اللي بقى فيها تبقى مش حلوة بس المصرحية اللي بساعة حلوة كان مقابل دايك المصرحية حلوة أنت طلع مش حاول وانا قلت بيكتباه جدا أنا لأ أنا كنت أخرج من الرواية ما هتصوره وما أنا كنت أحاول أنت أخرج من تحب المسؤولية دي أمام التاريخ تلاقيك أنا عليك قصة ولا حاجة عادي لا والله ما كنتش لسا قصت ماللتين ما كان قسوس كان تعبان فكنت حلو في دور فخرجت فقالولي دا أنت كنت أجمد من قسوس وراح ترجع للدور اللي مقابلتك فحزنة تانية يعني عارف أنت فعذاب كنت بعذب نفسي في المصرحة دي أكتر تلاتة صحابك في مصرح مصر والله مش تلاتة ومو مش كلام إجمالي لا علشي عن الطريق ليس تلاتة يعني يمكن أكتر اتنين منهم اللي كنا مكتبنا مع بعض يعني قسوس وربيع تمام؟ وانور أكتر موقف محرج اتعرضت ليه في مصرح مصرح في حياتي كنت أنا سبب فيه تسببت في إحراج؟ تسببنا فيه ببناء على وسوسة من قسوس ايه بقى؟ كانوا هم عمليون مصرحية طالعين فيها صليمين حاجة كده أو يابني أو أنت كنت فيها لا لا بس كنت في العرض اللي جببها أنا وقسوس المصرح دا كان فيه الديكور كده محطول بطريقة معينة فكان فيه منافس كتير قوي فتحس ان ايه عاملة زي بيت إيس جيري عارف انت؟ بيت جيري كده اللي موجود دايما دا الصغاية فأسس كان ايه؟ لقيه عمان يخرج كل شوية ويرجع بيات حك فأقوله في ايه؟ فهيقول يوصبر بس في الآخر حالية هتعمل ما هي قلت له ماشي قلت له ايه؟ قال لي أنا بخرج من الفتح عندي وشده نطيل الهيال على المصرح على المصرح على المصرح بس الحمد لله انه هو اللبس كان فيه كزا حاجة كزا لاير وراء شغلانا فيه يا رات طبعا اه كتير طيب بس المنظر أساسا بيموت انا مش قادم انا بخش قبل ما شد ورح شادت فنازم ساي كبير والجمهور بتموت بيموتوا طبعا نستنين بقى الشاب ده من اللي هيتشدده والفاكرين ان هو ده من العرب اه بالضبط جهر رمضان عزمة محمد صلاح فخرة العرب تخلع ولا تقلع؟ لا اخلع لو مضطر تجذب ولا تسرق؟ اجذب تهدي ولا تعدي؟ اهدي اعدي للفور فور لا ده حاكمي ده حاكمي بحبه بحبه جد كوز قزح او الطانة راني يوسف؟ تدعم ايه؟ ادعم الطانة راني يوسف؟ مرح دوتا مش عايز يقول الطانة راني يوسف عشان هو خجول بس هو 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 السؤال الفضيع بس بس لا نحسبش كوز قزح على فئة لان هو اساسا حاجة حلوة ممكن كلنا نتفرج عنها دائما لما يحصل مطرة في المكان اللي انا ساكن فيه فبطلع الدائري كده فسبحان الله بيبقى شاكل كوز قزح كده جميل طيب انت تدعم كوز قزح؟ لا كده يا جماعة خلقنا كذا ولا كذا قبل ما ترفع علينا قواضي وتعلم شوف هنعمل ايه؟ سؤال هي توتا وتخيل المواقف ده وده مواقف غريب وهديك اختيارات تختار في الاخر ايه اللي يحصل؟ انت تخيل انت لسه ما تدوستش شاب في عشيناتك وتعرفت على قمر وعزمتها على حفلة في الأوبرا حفلة عمر خير وضرب السموكين الحل وهي لابسة حل ورايحين للحفلة في الأوبرا واخدها وعجز لها كمان في البالكون فوق في الأحلى ستطلع لوقت بالسلالم الكبير وفجأة أستاذ قبل ما تطلع السلالم وهذا هو الموقف انذار داخله معلومة جات لك من مصدر انت واصخ فيه بيقولك انه هيحصل انفجار عندك حالا لانك انت تغديت كروم بالنهاردة ورؤاء وحاجات وانت إنسان وستحدث اللحظة ستحدث تطالع على السلم على هذه الأمر لانت ما كنتش تحلم تقلق الاختيارات واحد تطلع السلم عادي وتحاول تتمالك نفسك بس ده رزق كبير قوي لان مع كل سلمة في كرومبايا بتوقع في شعب ممكن يضيع كويس الحل التاني هتقول لها استنيني ثانية هروح الحمام وهرجع أو هجيب حاجة من العربية وهرجع بس برضو الحل ده مش ما نصحكش بيلي انك تبعش سيب انسة لوحدها في مكان وتروح ثم انك لو رحت مهارول اي حاجة هتفلت هتخرج كل الطاقة والغازات حل الرابع انك تبقى عادي جدا تسمح التالت ده الحل التالت انك تبقى تلخائي جدا وتبقى صريح من اول لحظة ولو عايز حل انت من دماغك انت حر بس يلت تقول لي في مواقف ده هتعمل ايه لان مواقف محرج يعني مواقف محرج جدا بس خلينا اقول لك بالنسبالي افضل اوشن انا نسيت حاجة في العربية وهروالة بقى وهو الهروالة دي هتعمل رزق انت ممكن انت بتلف تتمشي لا ما انا هحاول بقى امسك نفسي وانا بلف هتلف في الطريق اوه حدا ما بعد خطواته وبعدين ده هيخلينا جيلها بسرعة ليه لان هكون اتخلصت بل شغل دماغي ايا كان ايه هكون اسهل بقى فهرجع اقول لا شفتي انا فاكر الموبايل في البتاع واتريف جيبي وانا قلب الدنيا يلا بقى نطلع حقا وتطلع واحد وعا السلم بقى روحتين برضو خلصنا يا خسار لا ما تمثلش بقى وتعملني فيها يا ابتخاء مش انت بقى يا ابتخاء لا بس جد لا انت نشايا انا انبسطت زي والله عاصمان بيت عسلك والله خليك يا عمر والله فكرة البرنامج قصة من بلاعك بني جدا وحلوة جدا وخليتنا نفتكر حاجات نرغي ونهبل بس لا ونعرف حاجات مواقف فعلا ممكن اكون انا محتفظ بيها لنفسي انا مكنش فاكر والله الحكاية المكالمات اللي انت حكيت لعنية دي والله انا بقولك مش هنسامع انت ليك معزة خاصة عندي يا عمر والله ميته والله ميته وانت مبسط جدا بحكت او والله العظيم بس مقصنو شوات محشي من بطاعة انت وبطاعة انا عايز اقولك بقى حلقتك تعبتني في كده انا جعان جدا اصلا انت جوعتني كالعادة يا رب بقى نلاقي حاجة انا هنعمل مرة بالنمج انا وانت نقع بنلف العالم وناكل في المطعم نفسي ونعلق على كل مطعم من هنا بقى بالنشد بالدعوة دي النشد مين؟ المسئولين المسئولين وحنا عايزين نتعالج عاصل البولة احنا هنعمل بالنمج اي لوفيو ميتو والله عظم بقى يا حالة توتا سلام يا عادة مبسوط جدا بعد اللي حصل في الحلقة وان شاء الله اتمنى من ربنا بإذن الله ان احنا ما يتقبتش علينا ونتعرض عشان يكسيفوا على قوانا يعني العقلات متوتر جدا كتير في حاجات كتير محرجة جدا لا انا ما قلتش حاجة تدايق حد مكلمات كتير قوي عمر امسح السؤال بتاعه النبي زي كان انا نفسي اتفاجئت ان هو سأل ه 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 انا عايز اهم ندائي خايد اعمل حاجة عكر ونتتكلم كل اصحابي عشان نعمل حاجة نفوك كل ما نتكلم لنا كلمة ونتحاول ندخول في الكب نركع تاني لها في حالة ونروح تاني للكلوب و نروح تاني للتلوق و نروح تاني للتلوق كل ما نتكلم لنا كله و نحاول ندخل في الجد نرجع تاني الأهياء بحالة و نروح تاني للتلوق و نروح تاني للتلوق شكرا